في الاتحابات اللاسة إسم كسبابها الأول من أهم أسباب الاتحابات اللاسة عدم الاثتمام بنظافة الأسنان بعد ذلك مع الأكل وأننا لا نخسر أسناننا بيتكون طبعة على الأسنان اسمها طبقة البلاك طبقة البلاك تويتطبقة صفت جدا على الأسنان مجرد ان احنا لو بنغسل اسناننا بشكل دوري قبل ما ننام ولما نصحى طبقة البلاك دي بتتشال بسهولة جدا مع غسيل الاسنان لو احنا ما هتميناش بالنحنا نغسل اسناننا الطبقة دي بتبدأ تتكلس بيبدأ يتراكم فيها كاليسيوم ومعادن فبتبدأ بتبقى جزء جامد وبين اللاسة والاسنان تمام؟ طبقة اللي هو احنا بنسميه جير الجير ده بيبقى جزء عندي زي مكان كده للبكتيريا البكتيريا بتيجي تتجمع في الاماكن دي وتبدأ تعمل عندي التهابات اللاسة اللي هو بتبقى نيجي نقسل اسناننا مثلا نلاقي فيه دم نازل بيبقى فيه رائحة الفم برضو الكريهة ده السبب الاساسي للتهاب اللاسة عندي تمام؟ فيه اسباب تانية او فيه عوامل مساعدة للتهابات اللاسة التدخين بيأثر بصورة كبيرة جدا على التهابات اللاسة لان التدخين زي ما هو بيخنق رئتين بيخنق عندي برضو الانسجة بتاعة الفم ازاي؟ بيبقى الدم اللي واصل للانسجة بتاعة اللاسة نفسيها بيبقى قليل جدا فبالتالي بيبقى والنيتروفيل او الحاجات المناعية اللي بتبقى موجودة في الدم ما بتبقاش واصلة بكفاية فبالتالي بيبقى الالتهاب بتاع اللاسة بيزيد وبيبقى بسهولة جدا عندي برضو في حالات السكر نفس برضو الوضع في الناس اللي عندها سكر بيبقى فيه الدم اللي واصل للخلايا برضو عندي بيبقى قليل جدا فبالتالي برضو بيبقى الالتهاب بصورة اسهل والتطور بتاعه بيبقى اسرع جدا ليه؟ لان انا عندي الاسنان هي مخطوطة في العضب بس هل هي مخطوطة في العضب مباشرة؟ لا الاسنان بيبقى فيه عندي في الفك نفسه حاجة اسمها سكت مثل اسمير الكريم دعشه حاجة اسممكنه في العضب anlatه بيبقى الاسنان تبدأ بالسخت هل تبقى مrada fils ا … لا هناك شيئ ما ي tossir جame الاسنان بتعلق في هذا العضب عهاية ولاêsانان في الاسنان بسيطة جدا تمكن نعرف هذا بس لكن الأسنان كل ي lasting حالات سكت وبعد ذلك يغطي الاسم الاسخ يعني بغطي الكلام ده كله اللسا لما يحصل فيه تكون الجير والبكتيريا والحاجات ديان بيبدأ بقى الأربطة دي بتتأثر بيبدأ الأربطة تتأثر فهو بتتقطع بعد كده اللسا لمستوى العظم نفسيه مفيش أربطة مسكة فيه فمستوى العظم بينزل بالتالي مستوى اللسا بينزل احنا ما منحفظش على مثلا ما بنعملش تنظيف للجير ما بنتمش بالنظافة الأسنان بعد كده بنلاقي الأسنان خلاص بدأت بتبقى الوز بتتلخلخ بنخلح هنضطر نخلحها في الآخر لان ما بيبقاش فيه حل في الوقت